أهلا بيك وبيكي في مدرسة المسيح المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة والنهاردة بشوفه يطلع للنور أن ننسجل بالصورة دية الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية عشان كده سميناها مدرسة المسيح مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في المدرسة دي حندرس 12 كتاب كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله تقدر في المدرسة ديك أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت بإسمك أو بإسمه مستعار وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشيتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك ربنا يقودك معنا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح أعزائي برحب بكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح في الحلقات الماضية تدينا رحلة فيها دعوة أن نكون تلميذ مؤمنين كتار بيعيشوا مع ربنا بس مش كتلميذ بيستمتعوا بالبنوة بيستمتعوا بالرعاية لكن لم يستمتعوا بواحدة من أروع الألقاب أن أكون تلميذ من خلال تلميذ أنا بتعلم أعيش مع الرب وأكون مثله بدون تلميذ أنا باستمتع بجانب صغير بنويتي رعايته ليا خلاصولية لكن التلميذ هي إعادة صياغة حياتي لأشبه السيد والمعلم التلميذ معناه عايز يتعلم علمني فهمني دربني فبفهم وبقبل في قلبي وبتمرن عشان أعيش الحقيقة دي كل يوم وقلنا أن المدرسة دي محدش بتخرج منها صح؟ دي مدرسة الحياة كلها تكلمنا عن معرفة الله عشان أتغير إلى صورته وأحبه واثق فيه وتكلمنا عن حكمه للخليقة عشان أبقى فاهم طول الوقت فين دوره وفين دوري؟ مرات كتير قوي من أميل للتواكل مش للتكال بعلق أدواري على ربنا أو بتصور مرات أن أدواري كبير قوي لربنا عايزها مني وبالتالي ما قدرش عملها وده مش حقيق الصورة الواضحة بتحدد ليه دور على أده؟ عشان ربنا يقوم بالدور اللي إيه؟ اللي على أده وساعاتنا نكتشف أن معادلة الحياة المسيحية معادلة حقيقية وواقعية الفصل الثالث اللي خدناه بنتكلم فيه عن مين الإنسان؟ أنا مين؟ عشان أعرف أتعامل مع نفسي من الممطلق التصميم الإلهي مش الصورة المشوهة للعالم صنع وفي نهاية الفصل دوت اتكلمنا عن التشوه اللي حصل بسبب الخطيئة كأفعال اللي هي الخطايا وكطبيعة فاسدة في أعماقي وفي المجموعة دي من الحلقات بنتكلم عن الحل للإلهي إن الله قرر أن يأتي بنفسه إلى عالمنا أن يخطو بنفسه إلى حياتنا ليعيد تشكيل الحياة كما صممها ليستعيد البشرية مرة تانية إلى حضن الأبوية الإلهية في رحلتنا عن معرفة شخصية المسيح وقلنا أن ده الكتاب اللي إحنا بندرسه مع بعض في السلسلة دي بتاعة مدرسة المسيح قلنا هندرس ثلاث حاجات الحاجة الأولانية مين هو؟ مين هو المسيح؟ اللي لقب بالابن اللي لقب بالكلمة اللي سمى نفسه هو وهو على الأرض أنا ابن الله أنا ابن الإنسان مين هو في إلهيته قبل التجسد؟ مين هو في إلهيته وناسوته؟ أي إنسانيته وهو في العالم وختمنا الحلقة الماضية بحتة جميلة قوي فكرة نظريات الإخلاق عشان يأتي إلى عالمنا كان لازم يخلي نفسه يتنازل عن عن إيه؟ عن إيه؟ وليه؟ ومن خلال الحكاية دي فهمنا أن دي من أول لحظة جاء للعالم قال أنا خلي بالكوا عايز تمشوا قرايا لازم يكون عندك نفس الفكر ليكن فيكم هذا الفكر ليكن فيكم هذا الدافع للحياة عايز توصل لغيرك لازم تخلي نفسك عايز تخدم حياة الآخرين لازم تخلي نفسك النهاردة هنخش مع بعض زي ما هو يباين على الشاشة هدف التجسد لماذا جاء إلى العالم؟ في إيه فيما جاءه يقدر يستعدنا مرة تانية إلى الحياة مع الله وإلى الخطة الأولى اللي الله رسمها يوم صنع الإنسان في جنة عدم هدف التجسد أغلبنا متعود لو سألتك مسيح جالي للعالم ليه؟ هتقول على طول عشان؟ يفدينا وده صح لكن الحقيقة أوسع من كده شوية وده قيمة أني أتعلم وأسمع بشوف صورة كاملة على بعضها ما بتبقاش حتت بشوف المنظر على بعضه عشان كده لو قلنا هدف التجسد هنكتشف أن المسيح جاء لثلاث أسباب بيكملوا بعض واحدة منهم مش كفاية الحاجة الأولانية أنه جاء عشان يصلح الصورة للشواهة عن ربنا كان عارف مين ربنا في جنة عدم مش كده؟ لكن الأجيال اللي جات بعد آدم لغاية النهار ده لو سألتوا مين ربنا هتلاقي إجابات غريبة جدا 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 هتلاقي صور كتير عنه أبعد ما يكون عن هو مين هنكتشف وإحنا بنقرأ بعد شوية أن حتى بعض الأنبياء في العهد القديم عرفوا حاجات عن ربنا مش دقيقة يعني مش دقيقة دي لفظ مهزب غلط ونعذرهم لأن ده الواقع الموجود ده التصور الموجود وكتاب يقول الله لم يره أحد قط فمحدش من الأنبياء شاف ربنا عرف عن ربنا اللي قدر ربنا يقولهوله في حدود إمكانيات الشخص المستقبل خلي بالكو دايما أي إرسال معين في جهاز استقبال وفي جهاز إرسال مش كده فجهاز الاستقبال بتاعي بيحدد كمية المعلومات التي تقدر توصل لي مش بس الإرسال فبشاريتنا بضعفها عبر العصور قدرت تعرف عن ربنا حاجات وحاجات ما تخيالتش أن ربنا يكون بالجمال دوت مش كده بنلاقي صور مشوهة عن ربنا في العهد القديم نفسه ومش بس في الغاية النهاردة في عالم فالمسيح جاء عشان أول حاجة يقول ده ربنا يصحح الصورة المشوهة عن الله ليعلن لنا عن من هو الآب وده اللي هناخده النهاردة مع بعض لكن عشان نكمل المنظر جاء ليتمم الفداء أو الكفارة زي ما كلنا عارفين وحافظين مش محتاجين نشرح لكن في حاجة تالتة نقصة برضو في الصورة جاي وريني مين الله اللي أنا عايز أعيش معاه وجاي وريني مين الإنسان اللي ربنا عمله في الأول واللي يقدر يعيش النهاردة حتى في الواقع الصاقط اللي احنا عايشين فيه فهمين بقول ايه؟ مين ربنا؟ مين الإنسان؟ ويصنع الفداء يخليني أنا كإنسان أقدر أتصالح مع ربنا وأكون هذا الإنسان الحقيقي فوريني مين ربنا؟ وريني مين الإنسان الكامل اللي أنا وإنت مطالبين مش بلاش مطالبين مدعوين أن نعيش أنا مقدرش أنا لما بص على محبة الله وصفات الله الصفات دي بتنطبع فيها بس أطبقها إزاي في الواقع العملي أعيشها إزاي يعني؟ ده ربنا لكن في المسيح شفت كإنسان أقدر أعيشها إزاي مظبوط؟ أقدر أعيشها إزاي فالتطبيق العملي للصفات الإلهية في واقع الحياة شفناها في مين؟ في الإنسان يسوع المسيح ففي ابن الله رأينا واجه الله مش كده؟ وفي ابن الإنسان عرفنا الإنسان أنا وإنت مفروض نكون إيه؟ وفي الفداء دفع لنا ثمن العلاقة الرائعة مع ربنا بصوا الصورة ما بتتكامل بنشوفها إزاي؟ أي واحدة من التلاتة دي لو خرجت من المعادلة حيبع عندي مشكلة لو فضلت ربنا صورته مشوهة حبقا مش عايزة عايش معاها لو ما فدنيش حبق ما أقدرش أرجع على ربنا لو ما رانيش أعيش إزاي حبق متصالح مع ربنا بس بعيش بعقلية الإنسان الساقط لكن التلاتة دول مع بعض بيصلحوا ما أفسدته الخطيئة في حياتنا كبشر فبرجع أشوف ربنا على حقيقته برجع أشوف نفسي على حقيقتها برجع أقدر بعمل المسيح أني ألقي بنفسي في أحضان أبويا السماوي واضح الفكرة دي؟ طيب خلينا ناخدهم واحدة واحدة بأكثر تفصيل أول حاجة اللي يعلن لنا عن من هو القاب قبل ما نشوف الصورة المتصلحة اللي هو صلحة نحن عايزين نشوف إيه الصورة المتشوهة اللي عندنا يا بشر صح كده؟ إيه المغلوط عندنا اللي هو قال لا مش كده هو كده أنتوا فاهمينه كده؟ لا بس هو مش كده هو كده خلينا نروح لصحابنا اللي خارج الستوديو اللي سألناهم هم مش دارينين بنسألهم ليه فبقرد فعلهم تلقائي عن حضراتكم شوية أنتوا بتقعدوا تفكروا عايز إيه الراجل ده مننا وتحاولوا تجملوا الإجابات لكن دي بدون تجميل نسمع الناس وبعدين نسألكو في النفس السؤال مجرس المسيح لما بتتفرجي على مجاعات أفريقيا والإيدز وهو بيكتاح المناطق ديت والأطفال وهم النهاردة بلا بابا وبلا ماما إيه اللي جواكي بيبقى نحية ربنا بتبقي حسها حسها بإيه؟ أول سؤال بيجي في بالي فين ربنا فينك يا رب انت العادل وانت الصالح وانت المحب فين كل ده فين الكلام الكتير اللي بقرأ فين الكلام اللي في الكتاب فين شخصك اللي بتعلم عنه وبشوفه في حياتي في حاجات كتير ليه تبقى انت موجود لي بالشكل ده ومش موجود للناس دي لما بشوف مثلا في الصومال لما بشوف فقر وقحد يعني وعري وجوع ومرض وهبص البلاد تانية عايشة فرخاء هروح باصل تاني للسماء قولي رب طب ليه كده اجي اقول هذا اخطأ والهذا اخطأ والأبواه ولكن اللي يتمجد الله انا عايز اشوف مجد ربنا طب فين مجد ربنا في ناس عيانة جلدهم على عضمهم دي بصراحة بتحيرني لا انا مش شايفة ربنا انا شايفة بني ادمين شايفة ناس شايفة حكومات مش شايفة ربنا ربنا بريء منوش دعوة اه مش حاسن هو ليه دور في القصة ديت يعني مش بره اللعبة مش بره اللعبة بطريقة سلبية انا مش حاسن هو مسؤول عنده بصورة مباشرة يعني هو ماله هو ادى المفاتيح لناس والناس ما احسنش استخدامها لما بلاقي مثلا طفل من الاطفال صوارين عنده مثلا سي مرض كانسر او حاجة ده مش عدل انت فين يا رب خليني اسألك سؤال شخصي وعايز الصدق احنا هنا يعني ما تخافوش انتوا على الكاميرات يعني ما فيش اي حاجة خليني اسألك سؤال بصدق كده قبل ما تقابل ربنا وتعرفه بطريقة شخصية وتبقى تلميذ للمسيح كان عندك تخيل معين عن ربنا اكتشفت بعد ما عرفت ربنا انه ربنا طلع مش كده صح كان عندك صور اقدر اسميها النهاردة بس وقتها ما كانتش سميها صور مش اوها ده اللي انت عارف عن ربنا من النشأة بتاعتك من الظروف بتاعتك من والديك من طريقة تعاملهم معاك من اللي سمعته عن ربنا من اللي شفته في الحياة اتكونت صور عن ربنا لو حبيت تحكيلي بصدق كده تقولي قبل ما قابل المسيح انا كنت متصور ربنا كذا وكذا وكذا واكتشفت انه مش كده تفهميني ايه السؤال؟ نسمع كانت فكرتي عنه انه اله غضوب غضبان طول الوقت يعني في حالة غضب في حالة غضب وبالتالي في حالة انا تحت العقاب طول الوقت غضوب جدا كنت بسمع انه ربنا اب فحسب تربيتي ابويا في حتة وانا في حتة اكسف انه لو مسلا يسلم علي وبسني العلاقة كانت حاجة يعني رسمية رسمية فمش مفروض يبسني عيب اه فكنت متخيلا انه القربة من ربنا يعني لأ فيه فيه سكة طويلة قوي بيني وبينه يعني بعدين قدرت اعرف انه هو اكتر حد يعرف ياخدني في حضمه فكان ربنا بالنسبة لي العلاقة الرسمية مين تاني اعطت فترة طويلة كل ما بعمل حاجة بفشل اعمل مشاريع عفشل حاول ادخل فأي حاجة بفاشل ففي بعض الناس كانت ترخرهم قالوا لي ده ربنا كده بيحبك كل ما حيديك على دماغك يبه هو كده بيحبك طول ما هو انت بتاخد على دماغك تأكد ان ربنا فكرك لدرجة ان انا قلت طب انا مش عايز بقى خلاص يعني يا رب انساني شوية اه يعني انا شوية انا يعني انا مش عايز بقى خلاص انت خليك انت وانا خليني بعيد ونعيش كويسين يعني انت لوحدك وانا لوحدي ادم حياتي معاك انت عايزني فهتبضل تبني على دماغي فلازمتها ايه نقول القاسي مش كده مش عاد بقى مش عاد معناي ابو عصايا ابو عصايا ابو عصايا كان في بالي ان ربنا ده حاجة كبيرة قوي 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 ان انا بالنسبة له حاجة تفى جدا صعب ان هو ايه جواد معايا حاس ان كل يعني ماليش مكان في قلبه اللي انا حاجة حاجة تفى جدا بالنسبة له كبير قوي وبالتالي فانا انا تافه شكوركو عالصدق ايوه اه كنت بحس دايما ان هو اله بيصعب ارضاؤه اه انا يعني ما حلوة ليه ان انا يصعب يصعب ارضاؤه اه انا عشان اه اه اتقال علي ما تربي في كنايس يعني كنت عندي ايه جميلة او بتقول كل اشياء تعمل معا للخير اللذين يحبون الله انا مش من الناس اللي كانوا بيحب الله فهو ما فيش اشياء تعمل معا للخير بالنسبة لي خالص خالص فانا مش بحب ربنا فربنا مش بيحباني اه يعني هو انا بعيد بما انه انا بعيد فبس بعد الامان اكتشفت انه الله يشرك شمسه على الابرار والاشرار انه الموضوع مش كده بس كان عندي ربنا بالنسبة لي محابي شوية او ليه حبيب اه بحبي اه ليه حبيب وكده يعني اه انا مش من حبيب الصراحة بسوا مجمل اللي احنا سمعناه منهم ده انت فين انت بعيد انت قاسي انت غضوب العلاقة معك رسمية اوي انت ابو عصايا انت كبير اوي يبقى انا صغير اوي يبقى انا تافه بالنسبة لك انت صعب اوي ارضائك انا بعيد وانت بتحب اللي بيحبوك يبقى انت مش بتحبني خلي بالكوا انه لو سألنا الناس هنكتب لستخيالية من قد ايه التشوه اللي حصل في صورة ربنا مافتكرش ان في حد ظلم في الكلام السلبي عنه قد ربنا انت بتزعى الاول اما الناس يقولوا عنك حاجات مش حياتك صح صح كده مفيش حد تقالت عنه كلام غلط قد ربنا مفيش خلي بالك الطفلة ما بيتولد للحياة مش عارف ان ربنا موجود بيفتكر بابا وماما دول اللي جابوه للدني هم مين هم ربنا فكل التصرفات الغلط اللي بيعملوها معاه ومع بعضه قدامه بيضعوا في اعماقه صورة ان ده ربنا ده ابسط تشوه بيترك في ضمائر البشر ما يفعله الولدين مع ابنائهم امامهم عشان كده بنقول انه ان المسيح جاء سمحولي امسح ان المسيح جاء ومن ضم اسباب مجيئه الى العالم عشان خاطر يعيد الصورة الحقيقية ويصلح الصورة المشوهة عن ربنا ده مش مجرد يعني بنحاول ناجد سبب ان المسيح كان لازم ييجي في ناس كتير قوي من احبائنا اللي احنا عايشين وسطهم بيقول لنا يا سلام ربنا ييجي للعالم عشان ايه يعني عشان ايه مية المية كان فيه طريقة تانية ربنا يطلح بيها خطية الانسان مية المية فيه طريقة تانية يخلينا نعرف ربنا على حقيقته كان فيه طريقة تانية نعرف مين ربنا على حقيقته من غير ما يأتي ونقدر نشوفه ونسمعه ونلمسه خلي بالكو من الحقائق البسيطة اللي احنا هنتكلم عنها دي في يحنى 1-18 بيقول الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن القاب استخدمنا ده عشان نتكلم عن المسيح قبل التجسد مش كده فهو الابن الذي في حضن القاب قبل التجسد لما جاء هو خبّره هو خبّره دي الكلمة دي هو خبّره دي بالانجليزي هو جعله معروفاً هو جعله معروفاً هو خبّرنا عنه هو خبّره يبقى أول حق قبل ما تكلم عن الفداء قبل ما تكلم عن الفداء يبقى السبب الأول للتجسد أنه يا جماعة أنتوا مش عارفين أنا مين وأنا جاي أقول لكم أنا مين هو جعله معروفاً ومضارع تام مضارع تام عشان يعني يعني توكيد وتأكيد أن دي حقيقة هامة جداً جاء المسيح عشان يصنعها لنا في لوبوس في نهاية خدمة المسيح قال له في حاجة واحدة تانية نفسي تعملها لنا قبل ما تنشي قال له إيه في لوبوس قال له في لوبوس يا سيد أرنا الآب وكفانا محدش شاف الآب محدش شاف الآب وانت عملت معنا معجزات وعملت معنا في صراحة اللي ما كناش نحلم بيا فضل حاجة واحدة فضل حاجة واحدة أرنا الآب مسيح جوابه وقال له إيه أنا معكم زماناً هذه مدتها هذه مدته ولم تعرفني يا في لوبوس أسأل لي يا رب الذي رآني فقد رآ الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب طبعا أنا جيت عشان كده اسمحوا لي أرى لكم أعداد تانية بتعبر عن نفس الحقيقة دية كونس تانية أربعة ستة بولس أدرك الحقيقة دية وكتب الكلمات الجميلة دي بيقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مقضى الله طب إحنا شفنا مقضى الله فين في وجه يسوع المسيح شفنا اللي ما حد شافه المسيحة للتلاميذ طوبى لعيونكم لأنها ترى طوبى لأذانكم لأن أنبياء كسرين اشتهوا أن يروا وأن يسمعوا ما أنتم ترون ولم يسمعوا ولم يروا يبقى إذا القضية مش بس الفداء اللي هنتكلم عنه في حاجة مهمة جدا إعادة معرفة الله على حقيقته إنارة معرفة مجدى الله شفناها فين في وجه يسوع في وجه يسوع وحنشوف دلوقتي كمية التصحيح اللي هو عملها في فهمنا عن الله وحنشوف التناقض حتى ما بين اللي هو بيقوله وما بين اللي شافوا الأنبياء في العهد القديم على الله صورة الله تشوهت عبر العصور في ضمير وأزهان الناس تشوهت وكل جيل بيجي الصورة أكثر إيه؟ لأن أنا بورس والناس بتردت زي ما كنا بسأل الناس لما بتفرج لما بتسمع عن الإيدز لما بتشوف الفقر لما بتشوف الظلم لما بتشوف بتحس إيه ناحية ربنا لأن الناس بيتجمع عبر عصور بيتكاثر فالدنيا مش بتتصلح الدنيا بتحصل الله بتسوق وصارت هناك انطباعات كتيرة بتخوف الناس من ربنا أشهر حاجات زي ما انت قلتوها كده خليني أصيغ الأربع حاجات دي إن في عدلته هو إيه؟ هو قاسي إن في مجده وعظمته هو متباعد وغير مبالي لأنه عالي وإحنا إيه؟ وإحنا ولا مؤغزة هو عالي وإحنا ولا مؤغزة إيه؟ فبعيد قوي عننا هو فين وإحنا فين الناس كي يقول لك ربنا موجود بس هو فين وإحنا فين يا عمي ولا شايف ده اللي سأل فينا فربنا متباعد ودي واحدة من الحاجات اللي تقلت على طول قاسي متباعد واخديني الاستنتاجات دي إيه من صفاته مش هو عادل يبقى قاسي مش هو عظيم يبقى بعيد ودي الغريبة قوي بعدين إنه عظيم يبقى إيه؟ يبقى متكبر لأن البشر كده العظيم دايما إيه؟ متكبر ويبصر البقين كده يعني أنت غالبان كده ليه يا ابني؟ ما تشوف يعني ما تعمل حاجة في روحك يعني أنت فإحنا كده عالي يبقى متعالي استنتاجاتنا استنتاجاتنا كبشر ملاش دعوة بحقيقة ربنا قدوس بيكره الخطيئة يبقى بيعمل إيه في الخطاة؟ يبقى بيكره دول أشهر أربع حاجات عن ربنا دول أشهر أربع صور شفناهم في المسيح حاجة تانية خالص عكس الصورة تماما مش كده؟ والناس ما كدش قادرة تصدق ليه؟ لأن الأربع حاجات دول اتحفروا بعمق جوه الناس ومستنتجاتهم من أسماء الله مستنتجاتهم من صفات الله جاي بينهم من السماء عن ربنا ربنا عظيم في مجده يبقى متباعد الله عظيم في جلاله يبقى متكبر الله عادل يبقى قاسي الله لا يا قدوس يكره الخطأ يبقى بيكره الخطأ فاستنتجاتنا البشرية من واقع الحياة اللي هي أبعد من كل شيء لكننا في وجه يسوع المسيح في حياة المسيح فجئنا أن ربنا حاجة تانية خالص أن حاجة تانية خالص وده اللي احنا هناخده وحده ورد تانية عشان نشوف زي عمل ايه؟ وقف وأصر يعمل اللي هو بيعمله والناس يقولوا ايه مش ممكن يكون كده يقولهم لا هو كده لا لا هو كده لا لا هو كده في معاش في مقال غير جوانب خمسة رئيسية أحب أخدها ورد تانية واحد ودي أشهرهم على الإطلاق وخدناها باستفادة شديدة جدا لما تكلمنا عن شخصية الله وكان أغلب الحاجات اللي استخدمناها ولمتكلم عن نوع المحبة الإلهية خدناها من حياة المسيح لكن اللي ما حضرش معنا الحلقة دية قبل كده خليني ألخص ده بسرعة شديدة جدا إن الله يحب الجميع بما فيهم الخطار لأن محبة الله محبة غير مشروطة وده الحب الحقيقي الحب المشروط يبقى I like you أنت عجبني الحب الحقيقي مش بحبك لأنك عجبني بحبك لأني بحبك الحب الحقيقي لازم يكون محبة غير مشروطة لو قرينا في العهد القديم هنكتشف إن حتى الأنبياء في العهد القديم فهموا إن ربنا بيحب حب إيه كمان حب مشروط اسمعوا الكلمات دية اللي كتبها داود في مزمور خمسة إحنا هنصدم دلوقت يعني داود ما كانش فاهم الحكاية دي عن ربنا آه ومت تخدوش لأن في العهد القديم لم يره أحد قط فهموا اللي قدروا يفهموه عن ربنا مزمور خمسة بيقولوا إيه في عدد أربعة بيقولوا لأنك أنت لست إلها يصر بالشر أنت لست إلها يصر بالشر لأنه قدوس ماشي لا يساكنك الشرير الشرير مقدرش يسكن إيه عندك ماشي لأن الشرير مش هيبقى عايز أصلا إيه يسكن عندك أو حتبقى أنت مش عايزوا يسكن عندك مش عارفين لا يساكنك الشرير بصوا بقى بعد كده بيقولوا إيه أبغطت أنت يا رب أبغطت كل فاعل الإسم مش ربنا بيقوله هو بيقول ربنا أخذت بالكم أنت يا رب لأنك بتكره الشر أنت بتبغط فاعل الشر مش كده برضه المسيح جاء قال معلش يا دود هو مش كده بس تنتاجك لأنك لا تصر بالشر إذن أنت أبغطت كل فاعلي الإسم وبعام بيقوله إيه تهلك المتكلمين بالكذب رجل الدماء والغش يكرهه الرب إحنا فجئنا بقى نزك الغشاش المسيح بيحب مش كده والزنيا المسيح بيحبها والخاطئة في المدينة اللي هي بتشتغل بروستيتيوت عاهرة المسيح بيحبها مش كده فكانت صدمة للناس والغاية النهاردة تخيله مؤمنين كتار ومسيحيين كتار مش مقدرين يصدقوا ربنا بيحبني وأنا وحش يحبني لن ببقى كويس يبقى دي محبة مشروطة لكن يحبني وأنا وحش إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ أنت مشي تبتكرها الخطيئة؟ تبقى بتكرها الخطاة بصوا الآيات بعض الآيات اللي بتتكلم عن الحقيقة دي الله في كماله عارف يفصل بين ما نسميه الفعل والفاعل الفعل هو الخطيئة الفاعل هو الإنسان الخطيئة بالنسبة ربنا زي ما قلناها في الفصل اللي فات الإنسان بيكرهها ليه؟ عشان موجهة ضده أساساً ما عندوش الحساسية دي هو أكبر من الكلام الفاضي ده هو بيكرهها لأنها بتدمر الإنسان اللي هو وبيحبه فبيقدر كراهيته للخطيئة بيحب الإنسان وقدر حبه للإنسان بيكره لإيه؟ الخطيئة فدول مش متناقضين إن الله يحب الخاطئ ده مش تناقض ده تأكيد للحب وتأكيد للقداسة جبنا منين الكلام دوت؟ أشهر آية رحانا 13 هكذا أحب الله العالم البر التائب المؤمن خاطئ حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا أهل كل من يؤمن به تقول اللي مش هيؤمن به حفظ الله أحب بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح يعني المسيح مش مات لما بقينا حلوين مات وإحنا إيه؟ وإحنا وحشين الله بيّن وفي بعض الترجمات برهنع برهن برهن أكد أنا بقبوكو وإنتو عشرين وإنت ابني وإنت عيانا هحبك وإنت مش بتسمع الكلام هحبك إحنا بقى بقى أنا وإحنا صغيرين قال لنا كده قال لنا اسمع الكلام عشان أحبك اتشطر عشان أحبك لو ما عملتش بقولك عليه مش هحبك فإحنا فهمنا أن المحبة مفروض تبقى إيه؟ مشروطة لازم أستهلها دي تبقى محبة رخيصة جدا دي تبقى محبة رخيصة جدا بتلات تعريفة ما تسواش الحب الغني اللي بتحبيني أنا بغض النظر بعمل إيه؟ بتحبيني وأنا حل بتحبيني وأنا وحش بتحبيني لذاتي مش بتحبيني لإمكانياتي أو لإنجازاتي ده الحب الحقيقي إن المسيح ورهن إن المحبة مش مكافأة مش مكافأة بدهالك على اللي انت عملته المحبة مش تعويض على تعبك لا المحبة أغلى من كده بكتير المحبة لشخصك طبعا تكلمنا لما قلنا يا كفا في الحكاية دي لما خدنا شخصية الله وإن مفتاح الشخصية هو الحب غير المشروط وغير المحدود ده الحب اللي بيديني الأمان أنا محبوب زي منا فأقدر أروح لربنا إيه؟ زي منا مش هتنظف واو وبعين أروح أروح زي منا هو اللي بينظف أنا محبوب زي منا أنا محبوب في ذاتي أنا محبوب لأنه هو بيحبني مش لأني أنا خليته يحبني مصر فارق الاثنين ده فارق السماء من الأرض ده فارق السماء من العمى زي ما بيقولوا ده موش علاقة ببعض ده الحب الحقيقي والتاني ده الحب الايه؟ المزيف ده الحب المزيف واحدة من تهم المسيح أنه محب للعشرين والخطأ مش عارف إحنا كمان دي واحدة من صفاتنا لا المسيح قال لنا إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم إن الصابين والحرمية بعملوا كده أشر الخطأ بيحبوا اللي بيحبوه يا سلامنا بتحب اللي بيحبك يا سلام عملت يقول الحب إنك تحب اللي مش بيحبك لو ربنا طلب مننا كده هو مش بيعمل كده ده تبقى تبسمها إيه دي تبسمها إيه دي فالصورة إن ربنا يبغض الخطأ لزقه لزقه إحنا بلاقيها في المزمور لزقه لزقه المسيح جاء وشالها أنا مش كده يا أولاد أنا مش كده ولغاية النهاردة ناس كتيرة فكرة إن ربنا كده الحقيقة التانية بتكمل الصورة إن قلب الله نحو البشر قلب أبوي وليس قلب قاضي الناس فاكرة إن ربنا قاعد فوق ومعها عصاية أيوة شوفونا ده بيعم اخبط رد أيوة اقطع رجل ده ايد ده رقب ده فاهمني؟ يعني ربنا قاعد يعني اللي هو حضرتك قلت عليه ده وطاخ طاخ احنا ايه؟ يعني مش عارفين اللي جاي جاي منين؟ اللقب للمسيح استخدمه كتير وهو بتكلم عن ربنا الآب الآب خطبالكم الآب 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 أبي الآب الآب عايز يرجع علينا ربنا بيبص للخليقة بيبص بيبص للبشرية بمنطلق أب قصة الابن الضال أب أب اللي قاعد وأب اللي ميشي فاهميني؟ ولما رجع ده ابني ابني بي لسه بتسميه ابنك اللي سابك وورسك ومشي ده ابني ابني كان ميتاً فعاش كان ضالاً فوجد هو كان ميت وعاش بس هو كان ابني وهو ميت والتاني ده ابني اللي مش حاب بالأولاني فاهميني؟ فبيقول رينا ان المتدينين اللي عايشين جوه الكنيسة ومش بيحبوا ربنا بيبص لهم كأولاد وان الخطاو اللي عايشين في العالم مع الزنا والنجاسة والعهارة ومحبة العالم هو بالنسبة له برضو أولاد معنى ده بيهينوا وده مش بيحبوا بس هو اب 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 ان قلب الله نحو البشرية اب مع الناس بقى اللي تدولوا حياتهم واعطيوا ان يصيروا أولاد لله ما بيعاقبش بيقدم الذي يحبه الرب يعقبه يقدبه يجلت كل ابنين يقبله وإحنا بقى مش برضو مش فاهمنا هليه لان إحنا كأباء لبقى منخلف عيال ويغلطوا منعمل فيهم ايه بنعقبهم مش بنقدبهم فبنفتكر ربنا برضو كأب لينا بيعمل ايه لما نغلط بيعاقبنا هو بيقولنا لأ الأب بيعمل ايه مع ابنه ما يعقبوش يعمل ايه يقدبو وينصحنا كأباء بقى من فضلكوا من فضلكوا من فضلكوا اللي مخلفين ما تعقبوش أولادكم قدبوهم ما تعقبوهمش وفي فارق بيلا اتنين فارق بيلا اوي التأديب للإصلاح والعقاب عشان يدفع تمن غلطته فارق بيلا اتنين التأديب ده أب والعقاب ده ايه ده قاضي ده قاضي ده نيابة ده نيابة طبعا إحنا فاتحين بيوتنا نيابات وأقسام شرطة لعيالنا يعني عاملين لهم ومحاضر وسوابق صح كده يقولك ده المرة التالتة تعمل ايه عاملين لهم صحيح جدت سوابق عندنا ووكيل نيابة يعني الله أب وعيزنا أباء والأب يؤدب ولا يعاقب ولا يعاقب احنا طول النهار نستخدم الكلمة دي مع أولان وعاقبته ولازم تعاقبه دي نيابة دي مش المحبة الأبوية فصلوا أنتم هكذا لما قال لهم لما سأتقلوا علمنا أن نصلي مش كده يحنى علم تلاميذ علمنا أن نصلي قال لهم أوكي متى صليتم فقولوا يا أبانا يا أبانا بولس وهو بيشرح حكاة دي بأكثر تفصيل بيقول أن الروح القدس اللي سكن فينا لما قبلنا المسيح بيصرخ جوانا والصرخة اللي بيصرخها جوانا ويقول لنا يا أولاد قولوا قولوا يا أبا الآب يا أبا الآب يعني يا بابي يا دادي بابا يعني ندوء بأقرب كلمة غلية وعزيزة في قلبك يا أبا الآب يا بابا ده اللقب اللي هو عايز ده المسيح بيعلمنا يا أولاد هو بابا وهو مش بابا الأرضي هو الأب السماء ومش الساكن في السماء بالانجليزي the heavenly father الأب السماوي مش اللي في السماء يعني الأب البعيد لا الأب السماوي الأب الأبدي الأب الأصيل الأب الباقي الأب الذي لا يموت الأب الذي يرى ويشعر ويحس ويوجد معنا كل لحظة هو الأب السماوي دي دي الكلمة العبارة الجميلة اللي استخدمها المسيح في قصة الإبن الضال قام وجائلة به وإذ كان لم يزل بعيدا رأاه أبو فتحنن وركض مين جري ناحية التاني الواد العق وللأب الشيخ اللي غلطان وإلا اللي أنا غلط في حق ومين بيجري على التاني ده المنظر وعملين قرر حكاية دي لما غلط ما تجريش منه لما غلط أعمل أجري عليه لأنه مش هيعقبني مسكتك فهميني بالبيت لما هو بيطلع أجري وراك وماما مسكتك وبانطاخ فأنا بطلع أجري منه يعني دي المنظر فأنا لما بغلط بأجري من ربنا على طول لأ الأب بجري عليه عشان يعمل إيه عشان يعاقبه وقع على عنقه وقبله أف يعني هربي ده المنظر اللي المسيح رسمه ربنا بابا اللي بيقدب مش بيعاقب قدبه لأ لأنه تاب ورجع لأنه تاب ورجع قدبه عمل حفلة وخاتمه وحزاء وحمه وضرب البوق وعزم الناس ودبح العجل المزمن واغوط غازة فرس صحة كده طب ما فيش علامة حتى ابنك رجع أوه ابني رجع ابني رجع فاهمين بقول ايه اب عندنا تلاتة هنكملهم الحلقة الجاية تصحيح الصورة المشوهة عن الله عايز عايز نسأل او اذا ما عندكش سؤال عايزك استفدت ايه استفدت ايه من اللي احنا قلنا ده انا كنت فكري عن ربنا انه غضوب وبالتالي انا تحت العقاب طول الوقت فحكمي على الناس كمان كان كده فانا دايما كنت احطى كل واحد ده كذا ده كذا ايدانا ادينا حتى لو ما قدرتش اديله على الالقل هو محطوط تحت ليبل كده عندي لكن لما عرفت ربنا مش محتاجة اعمل كده في الناس يعني رقق القلب رقق المشاعر خلى عندي احساس اكتر بالناس عزر اكتر فهم اكتر الدعفات من غير ما اخد كرسات في المشورة يعني حاجم من ثاني عنده انطباع يحب يشاركون المحبة الغير مشروطة كان عندي صراع فيها جامد كنت مقتنعة عنه ربنا فعلا بيحب من غير ما يكون شرط التعليم اللي انا اخدته انه لا ربنا بيحب فيه شروط عشان عشان تبقي بنته لازم تعملي الصح لازم تكوني في الخط بتاعه ففيه شرط انا تأكدتلي طبعا بالبراهين النهاردة انه الله بيحب بمحبة غير مشروطة فدي مهمة قوي بالنسبة لي اللي انطباع اللي عجبني اللي انا كنت زمان كنت فيكوا ان هو حاجة صعبة قوي اللي هو ييجي يتكلم معايا وانا اتكلم معايا لكن النهاردة عرفت ان هو زي الابن الضال اخدني في حضنه وانا كنت بالبهدل بسق جالي جالي وقعد معايا طبعا خير كنت متخيل ان انا كل ما هعمل حاجة حلاقية فكده فيه اطمئنان ان انا حتى لو حصل وغلطت هلاقي تأديب مش هيموتني يعني حتى لو عملي كده هيعمل لي كده في المكان اللي مش هيموتني ومش هيقلمني بس هيقيمني مش لازم اعمل كده يعني يعني مش يعني مش يعني اخدوا معانا الدراسة الفرق بين العقاب والتأديب يعرف ان التأديب عمره ما ليه علاقة بالغلط مش لما غلط يقدبني فاكيري الحكاية دي احنا فاكيرين دايما لما غلط يقدبني لا 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 لما غلط يضربني ده العقاب التأديب عمره لما غلط يقدبني ميباش تأديب ابنك عشان تأديبه لازم يكرر الغلطة اربع مرات انذر خلالها على اقل تلت مرات لازم يكسر اربع فازات عشان تأديبه مش كل فازة بعلقة يعني الا الوقت حيروح منك يعني للملحوظة بس عشان خاطر تطمن يعني خليني خليني اشكركم عشان الحلقة دي الحلقة الجاية هتكمل بقية الايه اللي ربنا ايه اللي المسيح صلحوا في الصورة الالهية عشان نرى الله على حقيقته الى ان نلتقي في حلقة جديدة ربنا يبارككم امين عزيزي المشاهد في ختام حلقتنا برحب بيك تلميس في مدرسة المسيح وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة دي اللي بصلي انها تكون نور واعلان في طريق رحلتك مع يسوع عشان كده بشجعك انك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت تحل الامتحانات اللي موجودة وتبعث لنا الاسئلة اللي انت مش فهمها انا عارف ان المدرسة دي بتصير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبالك واحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك انك تعيش للرب بكل قلبك امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة